مين بقى أستاذ مطاوع اللي داخل النادي اللي رايح النادي اللي هينضم للنادي نادي الزمالك ومين اللي هيرحل شوفت السؤال سهل إزاي جميل بس إجابته مليانة براحتك طيب خلينا لو نبدأها كده إيه من الخط الخلفي من أول حراسة المرمى طيب محمد عواد بنسبة كبيرة خارج صفوف الزمالك في الموسم المقبل وحتى الآن لم يتم مفتاحة عواد في أنه يجدد عقده وعقده بينتهي بنهاية الموسم المقبل في عروض كتيرة فيه من فرقه وفيه من المصري فيه زيد بدأوا يكلون معاه بس طبعا الراتب اللي بياخده عواد كبير شوية ففي أن ديها شايفة أنها ما تخشش معاه وهو بدأ يدور حتى على يعني عروض في الخليج أو في السعودية تحديدا عشان حد يقدر يديله الرقم اللي هو بياخده هنا في مصر صح وكان له تجربة سابقة في السعودية مع الوحدة السعودي ولكن الأقرب حتى الآن الزمالك بيفكر جديا دخول عواد في صفقة مع فرقه على أساس فرقه بتعاني في مركز حرص المرمى والزمالك محتاج لعيبة من فرقه أبرزهم محمود حمد فيعني إحنا بنتكلم أن عواد أول الرحلين هيكون في المقابل فيه اتنون حرص مكان عواد أحمد ندر السيد العائد من الأعارة في البرتغال وأحمد ميهوب حارس مرمى المحلة واللي توصلوا معاه لكل الاتفاقات وقد لا يحرص مرمى المحلة أمام الزمالك المباراة المقبلة بسبب الكلام الكتير حوالين أنه هو اقترب من الانضمام للزمالك إيه؟ يعني هي العقليات عندنا كده في الكورة يعني أنا الحاجة دي بتجنني ليه؟ هم ما شايفين بقى أنه هو ممكن بره تركيزه خلاص بقى أدماغه يعني متعلق بمفوضات الزمالك واحد أحمد ميهوب هينزل مبرازة يديت مثلا يتساهل مثلا لا مش قاضية يتساهل يعني مش هيركز بالعكس ده هو عايز يزهر ده هيبقى مركز جدا عشان يزهر قدام الزمالك اللي هينضمله مسلا لو هينضمله فالجمالية بتاع الزمالك لما تشوفه في المباراة هو بيقدي بشكل كويس تقول آه ده احنا جاهدنا حارس كبير فهو مرضوك حارس صغير ممكن خبرات تخونه في المباراة زي دي فهو يعني الأفضل أنهما شايفين أنهما مش هيكون موجود خلينا في الخط الخلفي الباك الشمال أحمد فتوح مستمر محمد عبشافي الموسم انتهى بالنسباله والحال قروة بالنسباله تماما انتهت محمد عبشافي يعتزل في نهاية الموسم وده أمر منتهيين منه خلاص عبدالله جمعة أقرب الراحلين من الزمالك الزمالك حاطت أكتر من اسم في مركز الباك الشمال خلينا أقول لك أحمد سمير ظهير طلاق الجيش ظهر بقوة في الساعات الماضية أن يكون موجود مع عمر السعداوي الظهير الأيصر لنادي المصري فيه لعب يعني يعني فجأته وأنا بكلم حد في نادي الزمالك اسمه يسري وحيد ده بك شمال بيلعب في نادي الترسانة وكل اللي بيتكلم عنه بيقولك أن ده محمد عبدالواحد الجديد فده برضو من الأسماء المرشحة بقوة خاصة أن كمان يعني أحمد فتوح في خطة أسري ومعادش بك شمال مش هيبقى في المكان ده ده هيبقى إما مساك تاني إما هيبقى في نص الملعب فالموضوع بالنسباله منتهي النحى التانية فيه شام صلاح وعمر كمالعب واحد وواحد من الاثنين الزمالك داخل فيهم أن يكونوا موجودين مع حمزة المسلوسي وعودة أحمد عيد الأر طبعا خط الدفاع بالكامل وورا مفيش غير الوينش المصاب ومحمد عبدالغاني وحسام عبد مجيد المستمرين مع عودة محمود علاء والزمالك بيحاول يجيب مدافع أفريقيا ولكن حتى الآن مفيش أي كلام عن مدافع أفريقيا ده بالنسبة للخط الخلف في نص الملعب عمر السيسي أبرز الرحلين من الزمالك في نص الملعب هيتم تعويضه أنه بتجديد لسيف فاروق جعفر يكون موجود فيه مفوضات قوية مع محمد رضا بوبو محمود حمدة من فارقه وده أقرب الأسماء اللي هكون موجودة للتعويض الكلام عن طرق حمد إدارة الزمالك يعني اللجنة الفنية عايزة وإدارة الزمالك شايفة أن طرق حمد مش هيكون ليه وجود في الزمالك لأنه شايفينه أنه ساب الزمالك في فترة كانوا محتاجوا فيها فمش هيكون موجود معهم ده بالنسبة لنص الملعب محمد عشر فروق أمكمل أو ألا محمد عشر فروق أمكمل طول مؤسره موجود محمد عشر فروق أمكمل حلو اللي بعده طيب خط الهجوم عندنا طبعا زي ما قلنا كلام زي ما أنت قلت عن عمر السومة موجود الاسم بقوة وزي ما قلنا أنه فيه رجل أعمال إماراتي هو اللي بيتكلم في الموضوع ده طبعا سامسون بالحج الأسماء دي كلها هترحل عن نادي الزمالك أوباما راجع من ضمن الأسماء اللي هتدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة وفيه اسمين من المصري إلياس الجلاصي اللي فيه مفوضات كبيرة موجودة معاه والاسم الآخر وهو عقده بينتهي مع نادي المصري وقعد مع مسؤولي الزمالك في أكتر من مكان في القاهرة وهو جرندو أن يكون موجود في الزمالك بالنسبة كبيرة في الموسم المقبل حلو